بشكل يومي أضحت المستشفية الجزائرية تستقبل عشرة المصابين في حوادث سير قاتل ضحيها شباب أغلبهم يدخل المستشفى مخدرا غائبا عن الوعي ما يجعل التعامل مع المصاب في غاية التعقيد سيما الذين تتطلب حالتهم التدخل الجراحي العاجل مخدرات رحية رحية رحنا نشوف فيها تشير الأرقام الرسمي منذ دخول شهر الماضي إلى تسجيل أزيد من عشرين ألف حادث مروري خلف مقتل أزيد من سبعمائة شخص فيما تجاوز عدد المصابين تسعة وعشرين ألفا بمعدل يتجاوز السبعة قتل يوميا أرقام مرعبة تؤكد أن كوارث حوادث المروري أخذت أبعادا خطيرة في ظل الارتفاع الدائم والمقلق لعددها التي لم يشفع معها حتى تشديد القوانين أمام تنم الظاهرة